أهلا بكم موافقة مجلس الوزراء على توسيع صلاحيات لجنة التسوية والمصالحات لتشمل النظر في طلبات تقصيط المبالغ المستحقة على المكلفين بعد الإعفاء من الغرامات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قالت في بيان صحفي إن التقصيط يتم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وضمن مبررات يتم تقديمها للجنة من المكلفين كما أوضحت الدائرة أن مجلس الوزراء قرر إجراء تعديل على أسس تسوية القضايا العالقة بينها وبين المكلفين بإضافة بند ينص على أنه في حال تضمنت المصالحة إسقاط الدعوة تحيل لجنة التسوية الطلب مشفوعا بقرارها ومبرراته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب كما قرر المجلس شمول القضايا العالقة بين المكلفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في أسس التسوية لقي قرار إعادة فتح صلاة المطاعم والمقاهي بجميع فئاتها اعتبارا من اليوم ترحيبا كبيرا من قبل أصحاب المطاعم وروادها من المواطنين بعد إغلاق دام أسبوعين وأكد أصحاب مطاعم استطلعت رؤية أراءهم التزامهم بكافة الشروط التي وضعتها الحكومة لسمح لهم بفتح الصلاة واستقبال المواطنين حيث وضعت وزارة السياحة عشرة شروط ضمن التعهد الإلكتروني الذي يجب التوقيع عليه للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة كما أشهد المواطنون بقرار إعادة فتح المطاعم وصالاتها نحن نوجه رسالة أنه اليوم المرحلة شوية اللي احنا فيها أصبحت فيها صعوبة وخطورة المسئولية لازم تكون موزعة على الكل ما بين صاحب المنشأة المواطن نفسه هو أهم بند في الموضوع أنه يكون عنده تجاوب معنا لما منقوله مثلا نحط كمامة أو إذا سمحت قياس حرارة المشكلة الآن عنا بالمنصة عما ندخل على المنصة ما بتجاوب يعني فيه خلل بالمنصة وبعدين المنصة شغلة يوروتينية خليهم الإخوان يجي تفتشوا علينا وشوفوا هل إحنا منتزمين بالطريقة بالشروط الصحة العام ولا مش منتزمين بس هم هناك بعمالوا بعملوا تعقيد الأمور زيادة على لزوم إحنا كل مطاعم ما ينفات حين هون تدخل شفت معنا كيف هو التباعد زيادة على لزوم عندنا تباعد ومع هيك عندنا مشكلة منصة إحنا طبعا نضلين 14 يوم بدون مطاعم ولا كافهات ولا إشي طبعا بعد 14 يوم يجينا نطلع اليوم كان أول يوم طبعا فيه التزام كثير كبير بلبس الكمامات وإجراءات السلام العامة فيه التزام يعني احنا بعد غياب فترة طويلة تأذينا صراحة على المستوى النفسي أنه ما فيش مقاهي ومطاعم فأول ما فتحتنا المطاعم والمقاهي يجينا هون شفت أنه ما شاء الله عليهم يعني فوقوا التزام كان رهيب بالكمامات الموظفين فيه تباعد طاولات بعد عن بعض الكراسي بعد عن بعض واليوم هو اليوم كان وكثير اطلعنا يعني وشفنا فالتزام بالكمامات كثير كويس وكثير نسبته عالي جدا وتباعد وكل شيء يعني تمام يعني احنا إنه 14 يوم هين مقاهي والصالات مسكرة اليوم إنه أول يوم بعد الافتتاح كان التزام كامل وتباعد بين الأشخاص كان يعني وضع على ما يرام أظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية محافظة سبع دول على المراتب الأولى تصدرتها الولايات المتحدة وعلى المستوى العربي أظهر التقرير تراجع الأردن خمسة مراتب مع تصدر الإمارات المرتبة الأولى التقرير العالمي الذي يعده المعهد الدولي للتطوير الإداري أظهر أن الولايات المتحدة حافظت على المرتبة الأولى للعامين الماضيين كما حافظت سنغافورة على المرتبة الثانية والسويد على المرتبة الثالثة والدنمارك على المرتبة الرابعة وكذلك سويسرا التي حافظت على المرتبة الخامسة في حين تقدمت هولندا ثلاثة مراتب لتحل في المرتبة السادسة في حين حافظت فنلندا على المرتبة السابعة بينما تقدمت هونغ كونغ ثلاثة مراتب والنرويج تراجعت ثلاثة مراتب وفي المرتبة العاشرة حافظت عليها كوريا الجنوبية أما ترتيب الأردن أظهر أحدث تقرير أنه جاء في المرتبة الخمسين عالميا مسجلا تراجع خمس مراتب مقارنة بالتقرير السابق الصادر في 2018 وعربيا جاء الأردن في المرتبة الرابعة قبل السعودية التي حلت بالمرتبة الثالثة متقدمة ثلاث مراتب عالميا وقطر التي جاءت بالمرتبة الثانية والتي تراجعت ثلاث مراتب عالميا فيما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربيا متقدمة خمس مراتب وحول ترتيب الأردن في مؤشرات تقرير التنفسية الرقمية للعام 2019 والذي تراجع فيها خمس مراتب أظهر التقرير تقدم الأردن في مؤشر المعرفة التكنولوجية سبعة مراتب نتيجة تحسن المؤشرات الفرعية للتعليم والتدريب والتأهيل العلمي مع تراجع تدريب المواهب فيما تراجع الأردن في مؤشر التكنولوجيا خمس مراتب نتيجة تراجع المؤشرات الفرعية المتمثلة بالأطر أو بالإطار التكنولوجي والتنظيمي ورأس المال في هذا المجال أما المؤشر الرئيسي الثالث وهو الاستعداد المستقبلي فقد تراجع ترتيب الأردن إحدى عشرة مرتبة مع تراجع المؤشرات الفرعية وهي تكامل تكنولوجيا المعلومات والتكيف مع تطورات وسهولة الحركة التجارية قرر وزير العمل نضال البطايني عادة فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين من الدول المعتمدة اعتبارا من الرابع من شهر تشرين الأول الحالي باستثناء دولتي غانا وأغندا وحددت الوزارة خمسة شروط لاستقدام العمالة من أبرزها التزام المكاتب بعدم تجاوز الحد الأعلى للتكلفة المالية لاستقدام العمالة المنزلية المحددة لكل جنسية والالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة المتعلق بالقادمين إلى المملكة وعز القادمين من العاملين إذا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا لدى المكتب وعلى نفقته ولا يتحمل صاحب المنزل أي نفقات بهذا الخصوص وإلى مجموعة من الأخبار العالمية حول آخر تطورات الأسواق العالمية وتداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات الدول أعلن اليوم عن تعليق التداول لجميع الأسهم في بورصة توكيو بسبب عطل فني وهو أسوأ توقف للخدمة في ثالث أكبر سوق للأسهم بالعالم على الإطلاق في حين لم تعلن المجموعة المشغلة لبورصة موعد استئناف التعاملات ما أدى إلى إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة وتشويه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشي هيدي سوغا التحول الرقمي كأولوية قصوى أعلنت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انكماش اقتصادها بنسبة 7% في الربع الثاني على مؤشر مدى عمق تداعيات فيروس كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي لتواجه أسوأ تراجع اقتصادي بينما سجل معدل البطالة مستوى قياسي عند 15.4% أعلنت اثنتان من كبريات شركات الطيران في الولايات المتحدة أنهما ستباشران تسريح عشرات الآلاف الموظفيهما بسبب عدم توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة للقطاع الذي تضرر بشدة من تداعيات كورونا غير أن الشركتين تركتا الباب مفتوح أمام إمكانية العودة عن هذا القرار في حال تم التوصل إلى قرار في الكونغرس يواجه أمير دولة الكويت الجديد الشيخ نوافل أحمد الصباح مهمة معالجة أزمة السيولة التي تعاني منها الدولة الغنية المنتجة للنفط بكسر الجمود التشريعي بشأن قانون الدين بعد أن أجل برلمان الكويتي القانون الذي يسمح بالتوجه إلى الأسواق المالية العالمية والذي بات ملحا في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة تداعيات الجائحة والتي أدت لاستنزاف سريع للاحتياطات النقدية المتاحة